كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لاحظ هنا أسند الخشوع إلى القلب أن تخشع قلوبهم نعم الخشوع هو حقيقة أمر مشترك بين القلب والجوارح يعني خشوع الجوارح أيضا في القرآن قال أبصارها خاشعة خشع عن أبصارهم خشع عن أبصارهم والوجوه قال وجوه يومئذ خاشعة خاشعة والأصوات يقال صوت خاشع والرجل كله يصف بالخشوع وكانوا لنا خاشعين و تراهم خاشعين من الذن هو الخشوع معنى الخضوع والخشق والتذلل هذا معنى الخشوع الخضوع والخشية والتذلل يعني خضوعهم بتذلل نعم نعم فخشوع القلب يعني خضوعه وخشيته وتذلله لله رب العالمين ألم أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما يقول تخضع هيجمعها تخشع عم طبعا الخشية يعني الذل والخشية والتذلل والخضوع فتجمع هذا الشيء نعم تجمع هذه المعاني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب